تحقيق الأمن البحري وحماية السلامة البحرية الأمر الذي يتطلب ضرورة الالتزام بالإرشادات اللازمة وتطبيق القواعد المعمول بها ومن بينها الشروط المحددة عند استخدام السفن الصغيرة والدراجات البحرية تنوه قيادة خفر السواحل مرتدي البحر بالتأكد من صلاحية السفينة للبحار وحالة الطقس قبل المغادرة وأبلاغ الأسرة حول وجهتك ووقت رجوعك المتوقع مع الحرص على حمل بطاقة الهوية ورخصة البحار وشهادة التسجيل القارب بالإضافة للالتزام باشتراطات السلامة وذلك بالتأكد من وجود طفاية الحريق وصندوق اسعافات الأولية وسترات النجاة والتزود بالوقود الكافي للرحلة البحرية بالإضافة إلى وجود الأجهزة الملاحية والابتعاد عن المناطق المخصصة للسباحة وفي حال اشتداد الرياح يرجى عدم واصلة الرحلة البحرية وفي حال طلب المساعدة يرجى الاتصال على الرغم 994 وفي حال عدم وجود تقطية شبكة يرجى الضغط على زر الاستغاثة في جهاز التعرف لتماتيكي ولمركز العمليات البحرية دور أساسي في تحقيق السلامة البحرية من خلال الاستعانة بأحدث التقنيات والمعدات في مجال الاتصالات والسلامة وذلك ضمن منظومة متكاملة مع دوريات خفر السواحل وكافة الجهات المعنية المركز العمليات البحرية يقوم بعملية مراقبة مياه الإقليمية لمملكة البحرية وسواحلها وكذلك يقوم بعملية توفير الأمن والسلامة البحرية للمرتادين البحر وكذلك يتلقى مركز عمليات البحرية عدة بلاغات بشكل يومي منها التعطم ومنها فقدان ومنها تقديم الساعدات بشتاء نواحة للمرتادين البحر وتبقى جهود خفر السواحل لتأمين السلامة البحرية قائمة على التواصل مع الجمهور وتنظيم الحملات التوعوية في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات الأمنية ترجمة نانسي قنقر